فألف تحية وألف شكر لكل هؤلاء مليون ونصف مليون شكر لكل الجزائريين الذين وقفوا مع عائلة تركي يقفون أيضا مع كثير من العائلات المحرومة التي حرمت ربما الكرامة ربما التي حرمت الصحة ولكن الجزائري دايما عنده النيف يقف مع أخوه الجزائري بارك الله فيكم كثر خيركم طبعا رسائل كثيرة ربما شفناها اليوم في هذا التقرير شفنا ربما عائلة كانت تعيش فاقدة للأمل اليوم الحمد لله تعيش الأمل والمرأة بعدما كانت تتمنى الموت اليوم تتمنى تعيش مئة سنة إن شاء الله رب يطول عمرك إن شاء الله وتطلع في ولداتك ويكبر ولداتك إن شاء الله ويرجعو لك الخير لليدرتيلهم وقفتي معاهم كبرتيهم صبرتي معاهم سهرتي معاهم وإن شاء الله هي جنهار اللي تقط في الثمراء بحول الله طبعا رح نسمعوا الأراء الجمهور اللي رحوا حاضر معنا اليوم يعني نختار عينا كمشاهد للبرنامج مشاهد سابق للبرنامج معنا الأستاذ منسق الجنوب لجمعية كيف اليتيم الأستاذ باللكحة لعب الوهاب اللي حاضر معنا وزونا اليوم من ولاية غردية مرحبا بيك مساء الخير مرحبا بيك أستاذ محمد ونتشرف بحضور في هذا المنبر الجميل والرائع الله يبارك فيك اليوم تزامن حضورك مع هذا البلاطو إن شاء الله يعجب المشاهدين وإن شاء الله يكون نعجبكم بسد بلك حال طبعا أنت مشاهد وفي لبرنامج وفع الخير يعني بدنا تحكينا كمشاهد رأيك في يعني في الكونسابت تعل برنامج طبعا أنتم الجمعيات أنتم موجودين في الميدان البرنامج أيضا ربما يقدم مادة إعلامية خيرية إنسانية يشد يده بيد كل الجمعيات العاملة في الميدان فبدنا نسمع رؤيتكم لمثل هذا البرامج بارك الله فيك أستاذ محمد أولا أن يشرفني أن يكون تواجد في هذا المنبر الجميل والرائع الإنسان لما يتبع مثل هكذا حالات وينشوف أمامه الألم يتحول إلى أمل وإلى فرحة وسعادة بصراحة يعني يحس بداخله باللي ما زال كينا الخير وباللي الدنيا ما زالها بخير وما زال كينا الخير في البلاد من تعنا ويعني أنا من هذا المنبر نحيي كل الجمعيات الفاعلة اللي رأيها تسعى في فعل الخير ونحييكم أنتم أستاذ محمد يعني إحنا عندنا كمقولة يقولك إذا تعبت دير الخير ترتاح فشيء جميل شيء جميل لما تشوف أمامك حالات وإن كانت يعني ربما يعني تعيش الألم وصبحت يعني فرحة وصبحت يعني سعادة شيء يشجعك ويعطيك الدافع ويعطيك بزيد تعمل وزيد يعني تروح للأمام نعم يعني الدنيا مازال هي بخير رغم أنه كين ألم ولكن دايما نعيش بالأمل ومثل هذه الصور التي نبثها للجمهور الجزائري أو الجمهور العربي مش بوش نقوله الجزائر فيها الفقر ولا فيها الظل ولا الجزائر مش بلي حال لا وإنما بوش نقوله بلي الجزائر فيها الخيرين وبلي الزوالي والفقير عندوا الناس اللي يقفوا معاه إن شاء الله إن شاء الله شكر لك أستاذ بلكحل وطبعا أنت وكل مرافقينك اللي قدمتونا اليوم من ولاية تغردايا شكر أيضا لكل المحسنين الذين وقفوا مع عائلة تركي شكرا أيضا للجمعية لأيضا وقفة معي